الفراعنة ليس بنات الأهرامات برنامج سكاي بلوب يكشف حضارة ما قبل الطوفان لغز الأهرام وعلاقتها بمواقع النجوم والأجرام السماوية وعبادة المصريين للنجوم هل سألت نفسك لماذا عبدت النجوم والكواكب في العالم القديم وحتى الآن ولماذا يستخدم الكهنة والمنجمون النجوم والكواكب للتنبؤ بالأحداث المستقبلية ما هي أهمية النجوم وما هي علاقتها بالأحداث التي تحدث على الأرض هل سألت نفسك يوما لماذا تم بناء هرم خفرع أصغر من هرم خوف بمقدار بسيط ولماذا تم بناء هرم منقرع أصغر منهم بكثير هل سألت نفسك لماذا الأهرامات السبعة الموجودة في منطقة الأهرامات تتبعد عن بعضها البعض بهذا الشكل وهل تعرف لماذا تم تسمية كواكب المجموعة الشمسية في زمننا الحالي على أسماء الآلهة التي كانت تعبد قديما فعطارد سمي على اسم إله التجارة والسرعة عند الروماني الزهرة سمي على اسم إلهة الحب والجمال عند الروماني المريخ سمي على اسم اله الحرب عند الروماني المشتري سمي على اسم اله السماء عند الروماني زحل سمي على اسم اله الزراعة عند الروماني اورانوس سمي على اسم اله السماء عند الإغريقي نيبتونة سمي على اسم اله البحر عند الإغريقي أما بلوتو سمي على اسم اله العالم السفلي في الأساطير الإغريقية أسرار النجوم في السماء أمر بالغ الأهمية فلا تستهينوا بهذا الامر ولا تقولوا ان هذا الامر لا قيمة له انظر وتمعن في قوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم رب العزة يقسم بمواقع النجوم لم يقسم بالنجوم ذاتها بل اقسم بمواقع النجوم وتأكيد من رب العزة لكل ذي عقل على اهمية مواقع النجوم قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم ماذا تفعلون لو علمت ان جميع الاهرامات في منطقة الاهرامات الكبرى هي انعكاس دقيق لمواقع النجوم في السماء على الارض ان مواقع النجوم في السماء كانت بالاهمية لدى الشعوب القديمة للدرجة التي جعلتهم يقدسونها ويعبدونها فقد عبد بعض القدماء المصريين نجم الشمس تحت اسم اتون ورع وغيره من الاسماء وعبدت في العراق في قوم نبي الله ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى وانه هو رب الشعر وفي الالواح السومرية ذكروا ان شعوب الانوناكي القادمون من كوكب نيبيرو هبطوا من السماء الى الارض بعد ان تدمر كوكبهم وانهم الانوناكي جاءوا من الفضاء وبنوا الاهرامات كمطارات لمحطات مرورهم على الارض وترتفع من هذه الاهرامات منارات انهدمت بسبب الفيضانات بالطبع تلك الاحداث هي تحريف لاحداث اخرى حقيقية ولكنها تظهر مدى تأثر الشعوب القديمة بالنجوم وانها كانت محور الحياة في العصور القديمة لذلك وحتى نفهم ذلك السر العجيب علينا ان نبدأ بالقصة من البداية كيف بدأت عبادة النجوم عند المصريين القدماء والحضارة الفرعونية انقسام العالم عندما توقع رعفناء العالم بسبب الحرب الضارية بين حورس وست في الوقت الذي لا ينتصر فيه احد ولا يريد احد منهما وقف القتال جمع باقي الالهة للنظر في الامر وتحديد من من الاثنين يختاره ليتقلد عرش فرعون في العالم ولكن الالهة لم تتفق وقرروا استشارة نث الهة الحكمة للتوصل الى حل وقررت نث ان يعتلي حورس العرش ولكن ست لم يقبل هذا القرار وقرر الاستمرار في محاربة حورس واختير اوزيريس ليكون حاكما للعالم الاخر ولكنه اشترط من جميع الالهة ان يقبل قرار نث بذلك حدث تقسيم للعالم فاصبح حورس عندئذ حاكما على الارض السوداء وهي مصر واما ست فاصبح حاكما على الارض الحمراء ديشارت وهي مكونة من الصحراء التي تصعب فيها الحياة تهديد فناء الانسان يروي نص وجد في مقبرة سونسرت الاول انه مر على الارض وقت كانت تعيش فيه الالهة مع البشر وكان رعى ملكا على الالهة وعلى البشر وعندما كبر رع في السن واصبح ضعيفا تصارع الالهة وكذلك البشر على حكم الارض حيث لحظ البشر ايضا ضعف رع ولكن رعى عرف ما ينوي عليه الناس فجمع الالهة واستشارهم كيف يخمدون تمرد البشر وعقد اجتماع في الخفاء ولم يعلم الناس بهذا الاجتماع بين الالهة واجتمع الالهة على رأي وتكلم نون نائبا باسم الالهة ان يبقي ابنه رع على العرش وان يرسل عينه والتي تسمى عين رع في صورة الالهة سخمت الى الناس للانتقام منهم وتأديبهم وقبل رع القرار وارسل ابنته حطحور في صورتها القاسية اليهم بغرض قمع الناس وتأديبهم وتقمصت حطحور صورة اللبؤة الشرسة سخمت ودخلت وسط الناس وبدأت مذبحتها فكانت تفترس اي من الاحياء امامها وعاثت فيهم بكل عنف وشراسة وعندما رأى رع روعة ما تفعله صعب عليه الناس اذ تجاوزت مذبحة سخمت كل الحدود المعقولة ولكن عندما تتسيب سخمت على الناس فيصعب ارجاعها عما تقوم به لذلك فكر رع في حيلة يرجعها بها امر رع بتجهيز الاف من ازيار النبيذ وخلط ما فيها من نبيذ بمسحوق الهيماتة الاحمر فاصبح النبيذ احمر اللون مثل الدم وسكب الالهة النبيذ كله في منطقة يعرفون ان سخمت سوف تذهب اليها على الارض وعندما رأت سخمة هذا السائلة واعتقدت انه دماء اناس زاد هيجانها وبدأت تشرب منه بنهم حتى شربت منه ما يكفي بحر بكامله واصبحت في حالة سكر فضيع بحيث لم تستطع التعرف على البشر واصبح البشر بالنسبة لها كائنات لا يأتي منها ضررا واصبح رع ضعيفا وفضل ان يعتزل الارض فصعد على ظهر النوتة وهي في صورة بقرة وذهب معها الى السماء وتعلقت بقية الالهة ببطن البقرة وذهبت بهم الى السماء الى النجوم ومنذ ذلك الوقت انفصلت السماء عن الارض وكذلك انفصلت الالهة عن الناس وبقي العالم على الحال الذي هو عليه الان وبسبب هذا الصعود الى السماء بواسطة بقرة السماء تعرف تلك الاسطورة بكتاب البقرة السماوية واكتملت تلك الاسطورة في عهد الدولة الحديثة وكتبت ووجدت تفاصيلها في مقبرة الفرعون سونسرت الاول في احدى الغرف الجانبية وهي البقرة التي عبدها بني اسرائيل بعد ذلك تأثرا بهذه القصة اسطورة الدورة اليومية رحلة راع كل ليلة خلال العالم التحتي دوات وكفاحه ضد قوى الفوضى هناك لكي تظهر الشمس في الصباح من جديد على العالم هذه الاسطورة تشرح كفاح راع كل ليلة ضد قوى الفوضى والشر الممثلة في افعى كبيرة تسمى ابو فيسو حتى تستطيع الشمس راعى الظهور في الصباح التالي في اعالي السماء ويعتبر راعى اله الشمس وعندما تختفي الشمس كل مساء يغير الاله راعى طريقة انتقاله ويركب مركبا مقدسا يعبر به النيل تحت الارض ويعبر راعى خلال تلك الرحلة اثنى عشر بوابة تمثل اثنى عشر ساعة هي عدد ساعات الليل من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا في العالم التحتي ويسمى هذا العالم دوات وهو يقاوم قوى الفوضى والاخطار التي تقابل مركبته الشمسية ويقوم الاله سد بمساعدته خلال تلك الرحلة حيث يقف على مقدمة المركب ويهدد الافعى ابو فيس برمحه حتى لا تقترب وبعد تلك الرحلة كل ليلة في العالم التحتي يعود راعى الى الظهور من جديد في الصباح ويلقي باشعاته التي تمنح الحياة للبشر على سطح الارض هذا البعث لرعى الممثل في ظهور الشمس كل صباح اعتبره المصري القديم كبعث للانسان وعلامة على انتصار الاله رعى على قوي الفوضى خلال رحلته الليلية وتتزين البوابات الاثنى عشر جدران قبور الفراعنة خلال الدولة الحديثة بالالوان وكانت تكتب ايضا على اوراق البردي في كتاب يسمى كتاب الاخرة ام دوات وبصيغ مختصرة منه في الاسرات التي تلت حتى الاسرة ثلاثون على الاقل وتنقش بعض النصوص منه على توابيت الموت وعلى الاخص خلال فراعنة الاسرات ثمانية عشر الى ثلاثون كل باب من الكتاب ينتمي الى ساعة محددة من ساعات الليل وما يحدث فيه في العالم السفلي وتشكل هذا الصراع بين رعى والحية افوبيس كل مساء منذ غياب الشمس في المساء وظهورها كل صباح اسطورة الدورة اليومية في الميثولوجيا المصرية القديمة وكانت تلك النصوص معروفة منذ الدولة القديمة وخلال اسرات الدولة القديمة كانت تلك النصوص تكتب على جدران حجرات القبر وهي تعرف بنصوص الاهرام ظهرت عبادة رعي الشمس في هليوبلس في الشمال وارتبطت به عودة الدورة اليومية ورمز له احيانا برع حور اختي حورس على رأسه قرص الشمس خلال الاسرة الخامسة وبنيت له المعابد في عين شمس وفي ابو سير ومن اهم رموزه المسلات التي كانت تشيد تكريما له وتطلى قمتها بالذهب وصلت عبادة رعي بعد ذلك الى طيبة واقيمت له عدة معابد هناك وعدة مسلات وكان من ضمن القاب الملك الدائمة لقب ابن راع كما يكن به رمسيس الثاني في معبد ابو سيمبل وقد اعتمدت المجموعة على مراقبة حركة النجوم والاجرام السماوية المختلفة فقد كانت مهمة كبير كهنة الشمس في مدينة هليوبلس وكان يلقب بكبير الناظرين الى السماء اهم من حمل هذا اللقب كان المهندس العظيم امحوتب فقد لاحظ المصريين ان اهم الاحداث في تطور حضارتهم وهو الفيضان مرتبط بظهور نجم السماء وهو نجم الشعرة اليمانية سيريوس وسماه المصريون سودد وجعلوا من يوم بزوغ هذا النجم بداية تقويمهم الذي يعد اول وادق تقويم حتى يومنا هذا وهو ما يعرف بالتقويم القبطي او المصري حاليا يبدأ بشهر توت وينتهي بشهر مصر وقد وجدت اثار تثبت استخدام المصريين لهذا التقويم منذ ثلاثة الاف عام قبل الميلادي في مقبرة الملك جرن من الاسرة الاولى في منطقة ام الجعاب بابي دوسي عملاقة لتعكس حركة النجوم على الارض لذلك تم بناء الاهرامات في بداية الحضارات الاولى لاستخدامها كمراصد فلكية يرجع السبب وراء اعتقاد البعض بان الاهرامات هي مراصد فلكية منذ قديم الزمان الى جملة نقلت على لسان المؤرخ المصري مني توني السمنودي حيث قال عن بنات الاهرام انهم قوم غرب اتوا من الشرق وتكوين مرصد للتنجيم الذي يعتبر جزء من العقيدة الدينية ومكملا ما يهمنا وهو معرفة اسرار الوجود لذلك بناء الاهرامات كان المصريون القدماء يعتقدون بان الملك المتوفى ستصعد روحه بعد الموت للانضمام الى الالهي اوزوريس اوريون كان قدماء المصريون يقدسون مجموعة حزام الجبار النجمية لذلك والغريب ان علماء الفلكي في زمننا الحاضري اكتشفوا ان ترتيب الاهرامات هو نفس ترتيب تلك النجوم في السماء والاغرب ان علماء الاثار وجدوا وصفا للاهرامات في كتاب الحكمة عند الفراعنة بانها صورة السماء نأتي هنا للسؤال الهم من الذي اعطى المصري القديم فكرة ان مصر هي صورة للسماء علي الارض الاجابة هي انه في عام 10500 قبل الميلاد حصل حدثان فلكيان نادران فوق سماء مصر وهما درب التبانة الممتد من الشمال الى الجنوب في قبة السماء وقد اتخذ بمحض الصدفة وضعا تطابق فيه شكله مع المجرى المائي لنهر النيل مما اوحى للناظرين بان النيل هو مجرد انعكاس لمجرى درب التبانة في السماء بلغت نجوم حزام الجبار الثلاثة الواقعة غرب درب التبانة اقرب نقطة لها للارض في دورة كانت تحدث كل 26 الف عام نظريته وهي وضع العالم الكبير روبرت بوفال ومن هنا استهل بوفال مهمته بدراسة لزوايا الكوى الاربعين من النجوم والتي كانت تقف بمواجهتها عند بناء الاهرام وهي كالتالي الكوى الجنوبية بحجرة الدفن بزاوية 45 درجة كانت تواجه نجم النطاق زيتا اوريونس الكوى الشمالية بحجرة الدفن على زاوية 32 درجة و38 دقيقة كانت تواجه نجم الثعبان الفا دراكونيس الكوى الجنوبية في حجرة الملكة بزاوية 39 درجة و30 دقيقة كانت تواجه نجم الشعرة اليمانية سيريوس الكوة الشمالية في حجرة الملكة بزاوية تسعة وثلاثون درجة كانت تواجه الكوكب كوشاب ادلة بوفال علي هذه النظرية واحد الكوة الاربعين الاكبر تشير الى نجوم رئيسية في الديانة المصرية فالكوة الجنوبية في حجرة الملك تشير الى مجموعة حزام الجباري بالتحديد الى نجم النطاق زيتا اوريونس وان الكوة الجنوبية لحجرة الملكة التي تقع مباشرة تحت حجرة الملك تتجه مباشرة نحو النجم سيريوس اثنان الهرم الذي تشيره كوته الجنوبية الى نجم النطاق هو نفسه النجم بالنسبة الى باقي نجوم المجموعة ثلاثة اهرامات الجيزة الثلاثة خوف وخفرع ومنقرع تصطف الى جانب بعضها البعض الذي تصطف فيه النجوم الثلاثة التي تمثلها على الارض وهذه النجوم هي زيتا يونسف وهو النطاق عند العربي وإبسيلون اوريونس والنيلام عند العربي ودلتا اوريونس اربعة النجوم الثلاثة تقع غرب درب التبانة ومثلها الاهرامات الثلاثة تقع غرب النيل خمسة النجم بيلاتريكس والمعروف ايضا باسم جاما اوريونس في مجموعة اوريون متطابق تماما من الموقع مع الهرم الغير مكتمل والواقع في منطقة زاوية العرياني ستة النجم كابا اوريونس يتطابق كذلك مع هرم ابو رواش الذي يعرف بهرم جد اف رع سبعة يتطابق نجمين من نجوم مجموعة القلويات المجاورة لأوريون وهم ابسيلون توري والدبرانو مع موقع هرم دهشورة والهرم المنحني ثمانية الاهرامات السبعة كما ترون تتطابق كلها مع نسق النجوم السبعة في مجموعة اوريون والقلويات في السماء ولا بد من الاشارة الى ان النجمات قاصرة في الديانة المصرية القديمة على الاله ست شقيق اوزيريس والذي قام بقتله تسعة تتطابق بشكل مذهل ليس فقط في الخطوط التي تمثلها بل في حجمها ايضا يعتقد علماء المصريات ان الاهرامات بنيت عام 2450 قبل الميلاد لكن العالم روبرت اراد ان يحدد عمر الاهرامات الصحيحة فقام بشراء برنامج اسمه سكاي جلوب هذا البرنامج يمكن من خلاله معرفة مواقع النجوم على مر الازمنة لان الموقع يتغير كل عام ووضع افتراضا ان عمر الاهرامات هو نفسه موعد اقرب مسافة لحزام اوريون من الارض بحث البرنامج عاما بعد عام حتى وصل الى المطابقة الكاملة بين شكل نسق الاهرامات ونسق السماء لكن الرقم الذي ظهر على الشاشة كان مفاجأة لقد اوضح البرنامج ان عمر الاهرامات عشرة الاف واربعمائة وخمسون قبل الميلاد ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل اكتشفوا ان الاهرام بنيت بهندسة غاية في الدقة حيث ان زاوية وموقع هذه الاهرامات نسبة الى نهر النيل تتناسق تماما مع زاوية نجوم النطاق نسبة الى نهر المجرة مما يدل على ان نهر النيل هو انعكاس لنهر المجرة وقد حدث هذا التطابق قبل عشرة الاف وخمسمائة عام حيث كانت ضرب التبانة تشاهد وكأنها تقطع السماء من الشمال الى الجنوب مثل نهر النيل مما دفع قدماء المصريين لبناء اهرامات الجيزة بهذا الشكل ولقد اكتشف علماء الاثار فوهات في الاهرام تبتدأ من غرفة الملك وتنتهي بسطح الهرام حيث وجدت فوهتين في غرفة الملك خوف واثنتين ايضا في غرفة الملكة احدهتين الفوهتين في غرفة خوف تتجه جنوبا بارتفاع خمسة واربعون درجة تماما والاخرى تتجه شمالا بارتفاع اثنان وثلاثون درجة وثمانية وعشرون دقيقة اما فوفهات الملكة فتتجه احدها جنوبا بارتفاع تسعة وثلاثون درجة ونصف والاخرى شمالا بارتفاع تسعة وثلاثون درجة وقد ظن علماء الاثار ان هذه الفوهات هي عبارة عن مسالك للتهوية ولكن ذلك لم يقنع علم الاثار المصري اليكسندر بدوي اذا احس ان اهمية هذه الفوهات تحوم حول معتقدات شعائرية ودينية حيث اكتشف الباحثون داخل هرام خوف متونا تدل على ان الملك الذي يموت تصعد روحه عبرها حيث الخلود لذلك عندما نظر بدوي خلال هذه الفوهات لم يرى نجوم ذات اهمية فاستعن بفلكية امريكية تدعى فرجينيا تيمبل التي درست تغير اماكن النجوم نتيجة ترنح الاعتدالين وهي حركة بطيئة تتغير فيها مواقع النجوم الظاهرية في السماء بدرجة واحدة كل سبعون عام فوجدت ان زمن ميلاد الاهرامات كانت الفوهة الجنوبية في غرفة الملك خوف تتجه نحو حزام الجبار او بالاخص نجم زيت الجبار والغريب بالامر ان الهرام نفسه يطابق موقع هذا النجم مما يدعم نظرية ان بناء الاهرامات تتطابق مع نجوم النطاقي وايضا تتجه الفوهة الشمالية الى نجم الفتنيني الذي كان النجم القطبي زمن القدماء وقد تغير موقعه بسبب الحركة الترنحية للارض وقد وجد الباحثون ان الفوهة الجنوبية في غرفة الملكة تتجه نحو نجم الشعر اليمانية والفوهة الشمالية في غرفة الملكة فتتجه الى نجم بيت الدب الاصغر كوشاب وهو المع الفرقدين وليست اهرام الجيزة فقط التي تصور السماء بل ايضا الاهرامات الاخرى كهرم ابو رواشي الذي يقع شمال الجيزة يمثل نجم كاب الجباري وهرم زاوية العرياني الذي يمثل نجم غام الجباري وهو ما يسمى عند العرب بالناجذي والهرم الاحمر الذي يمثل نجم الدباني وايضا الهرم المنحني الذي بجانبه ويمثل نجم ابسلون الثوري او ما يسمى عند العرب بالقلائسي وهذا كله يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك بأن بنات الأهرامات ليسهم الفراعنة ولكن الفراعنة كانوا مجرد حراس عليها وعلى ما فيها من كنوز وعلوم وأسرار